السيطرة على مجريات الاحداث فيما يتعلق بفيروس كورونا في صلاح الدين كان بسبب الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها خلية الازمة ومتابعتها ميدانيا من قبل المحافظ الذي يؤكد دائما ان كورونا والارهاب عدوان يجب الانتصار عليهما الزميل احمد صلاح الدين والتقرير التالي كورونا الذي بقي اصاباته بارتفاع ملحوظ في اغلب المحافظات العراقية رغم الاجراءات الاحترازية التي اقرتها خلية الازمة في كل محافظة والتي يعتمد تطبيقها على ثقافة ووعي المواطن تجاه هذا المرض على صعيد محافظة صلاح الدين كانت وما زالت تلك القرارات والاجراءات التي تصب في مصلحة وخدمة المواطن والحفاظ على صحته هي من اولى اولويات الحكومة المحلية المواطن بدوره التمس ما اقدمت عليه خلية الازمة وهو الابقاء على المحافظة باغضيتها ونواحيها كافة بيضاء من كورونا كون الاصابات التي سجلت فيها بالفترة الاخيرة هي حالات وافدة وهي الان في طور الشفاء التام محافظ صلاح الدين رئيس خلية الازمة الدكتور المهندس عمار جبر خليل لم يتوانى يوما عن جولاته الميدانية منذ بداية الازمة وحتى الان فكان وما زال يشرف على السيطرات في مداخل المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات الازمة بحذافيرها وتذليل كافة الصعاب والمعوقات اينما وجدت وهذا ما جعل صلاح الدين بمناء عن هذا الوباء مشددا بالوقت ذاته على اهمية اليخظة والحذر من اجل تفويت الفرصة على اعداء العراق ومن يريدون زعزعة امنه واستقراره والتعامل بدقة ومهنية مع الحوادث الارهابية التي تهدف الى ارباك الوضع الامني المستقر مطالبا المواطنين بالوقت ذاته الى التعاون التام مع الجهات الامنية والصحية والخدمية اذا ما اردنا ان نجعل من صلاح الدين انموذجا يحتذا بها من باقي المحافظات العراقية اشتركوا في القناة